نوضح أكثر في هذه النقطة في هذا التزاوج ما بينما يرفعه الحوثيون في إطار صراعهم في البحر الأحمر أو في إطار المبررات التي يرفعوها فيما تعلق بغزة إذن فيما تتزايد الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر قالت صحيفة تليغراف البريطانية إن الإرهاب الذي تمارسه الجماعة على اليمنيين يزداد وحشية أكثر من أي وقت مضى وبحسب التقرير الصحيفة استهدف الحوثيون نشطاء حقوق الإنسان ومسؤولين إعلاميين وحتى الصيادين في الأسبوع الأخيرة وأدت هذه الهجمات على الملاحة البحرية إلى تغيير العديد من شركات الشحن خطوطها الملاحية بعيدا عن البحر الأحمر في أعقاب سلسلة من الضربات الأمريكية والبريطانية التي تقول لندن إنها أضعفت قدرات الحوثيين تعهدت الجماعة بمواصلة مهاجمة السفن يقول خبراء إن الحوثيين يتخذون من هاجماتهم في البحر الأحمر غطاءا لانتهاكاتهم الحقوقية في الداخل بينما تقدم الجماعة نفسها كمدافعة عن الفلسطينيين في غزة تقوم في الوقت ذاته بإسكات اليمنيين الذين يتجرؤون على انتقادهم والاستلاء على ممتلكاتهم وأصول معارضهم تقول الصحيفة أيضا إن حالات التعذيب وأحكام الإعدام ارتفعت منذ أن بدأ الحوثيون بمهاجمة السفن في البحر الأحمر كحكم الإعدام على الناشطة فاطمة العرولي فيما لا يزال السياسي محمد قحطان معتقلا في السجون الحوثية وهو ما دفع ابنته إلى المناشدة لإطلاق صراحي بعد أكثر من ثمانية أعوام من إخفائه مع مساعي الحوثي لاستغلال حرب غزة لمصلحته يستهجن اليمنيون دعوته لفك الحصار عن غزة فيما جماعته تحاصر تعز منذ أعوام وتنتهج نهج إسرائيل في حصار المدن وتفجير المنازل